موسيقى مذكرات محكوم بالإعدام الفصل الأربعون من الغريب حقا أني لا أكف عن التفكير في الملك ومهما فعلته ومهما هززت رأسي فإن هناك صوت يسردد في أذني ويقول لي على الدوام هناك في نفس هذه المدينة في نفس هذه الساعة ولكن في قصر آخر رجل لديه كذلك حراس على كل أبوابه وهو شخص فارد من نوعه بين أفراد الشعب من أمثالك مع هذا الفارق الوحيد وهو أنه مرتفع بقدر ما أنت منخفض إن حياته كلها دقيقة فدقيقة ليست إلا مجدا وعظم وسرورا ومتعب وكل شيء من حوله عبارة عن حب واحترام وتبجيل إن أكثر الأصوات ارتفاعا لا تنخفض حينما تتحدث إليه وتنحني أمامه أكثر الجباه تيها وفخرا ولا تقع عينه إلا على الحرير والذهب وهو يرأس في هذه اللحظة اجتماعا من اجتماعات الوزارة فيقره الجميع على رأيه أو أنه يفكر في رحلة الصيد التي سيقوم بها غدا أو في حفل هذه الليلة الراقص وهو على يقين من أنه سيتم في الساعة المحددة له ويترك للآخرين أمرة بيرما للذاته حسنا إن هذا الرجل مثلك من لحم وعظم ولكي تنهار المقصل الرهيب في نفس اللحظة ويعاد إليك كل شيء حياتك وحريتك وثروتك وأسرتك يكفي منه أن يكتب بهذا القلم الحروف السبعة التي يتكون منها اسمه في ذيل قصاصة من الورق أو تقابل عربته الملاكية العربة التي ستحملك إلى ساحة الإعدام وهو رجل طيب وقد لا يكون راغبا في أكثر من هذا العمل الطيب ولكن هذا لن يحدث موسيقى موسيقى موسيقى